السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس تعلمية اونلاين. ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناها من شرح وحل كتاب المعاصر للصف الثاني الثانوي. هناخد النهاردة. هناخد كل ما يتعلق بالفوكاب. هنقرأ الكلمات. هنتعرف النوت الصحيح. هناخد كمان السيرونم والانتونم. المرادة في المضاد. متلازمات لفظية. عروف الجر والتعبيرات والمصطلحات الهمة. وهنعرف الفرق بين الكلمات من خلال. وهنحل كمان مشكلة المشتقات اللي موظمنا بيشتكي منها. هنحل على ذا كله اسئلة ونقول السبب بتاع الحل. هتنستشعر من لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتدعى اصحابكم كمان لين ده اكبر دعم لين علشان نستمر. والسلام كمان لو تشير الفيديو لاصحابك يبقى قطر الف شيرك. يلا بنبدأ مع عام الكلمات. هقرأ كل كلمة مرتين. مرتيني بالم sc مرتيني بالم餐 من المشكلة بالموظم percent produce هي جاية هنا كفعل معناها ينتج produce ممكن تبقى اسم بمعنى منتج زراعي production production source source sustainable sustainable variety variety نكمل أهم الكلمات cause chemicals 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 climate climate create create destroy destroy education education effect effect electric electric electricity electricity elsewhere energy 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 extraordinary 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 gas 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 grow 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 طبعا هنا المضي جنبها grew يبقى هنا grow grew والتصريف الثالث هي يبقى grown يبقى grow grew grown grown growing growing لگ Organization Organization Proposal Proposal Rainforest Remove Remove Researcher Researcher Run Run Save Seriously Seriously Solution Solution Southern Space Speculate Speculate Stuff Stuff Vehicles Vehicles أول كلمة Agriculture معصود بها علم الزراع أو الزراع كعلم The practice or science of farming أيضا النشاط الزراعي أو علم الزراعة Crop محصول غذائي A plant such as wheat يعني نبات مثل القمح rice الأرز or fruit أو الفكهة that is grown يتم زراعتها by farmers and used as food أنترين الفلاحين وتستخدم كطعام Earth كوكب الأرض The planet that we live on الكوكب اللي احنا بنعيش عليه Farming الزراعة The practice or business of growing crops or keeping animals on a farm يعني النشاط أو العملية التجارية بتاعة زراعة المحاصيل كمان or keeping animals أو تربية الحوائنات on a farm في المزرعة اسمها farming Innovation لو ابتكار أو اختراع أو عملية الابتكار نفسها The introduction of وهو الإتيان ب new ideas or methods يبقى الإتيان بأفكار جديدة أو طرق جديدة Life stock حيوانات المزارع Animals such as cows and sheep that are kept on a farm يعني الحيوانات زي الأبكار والأغنام اللي بنحفظ بها أو بنربيها في المزرعة Produce إنتاج زراعي زي ما قلنا دية اسم النون Food or other things that have been grown or produced on a farm to be sold يعني الطعام وأشياء أخرى يتم زرعتها or produced أو يتم إنتاجها on a farm to be sold في المزرعة لكي يتم بيعها Production إنتاج the process of making عملية صناعة or growing things أو زراعة الأشياء to be sold لكي يتم بيعها especially in large quantities خاصة بكميات كبيرة source المصدر a thing place activity ممكن نقول شيء مكان نشاط that you get something from ده بتحصل إيبا على شيء منه يبدأ المصدر أو source Sustainable مستدام أو صدق للبيئة able to continue without causing damage to the environment القدرة على الاستمرار دون أن يسبب ضرر للبيئة يبا هنا صدق للبيئة أو مستدام able to continue for a long time القدرة على الاستمرار لفترة طويلة variety تشكيلة أو التنوع a lot of things of the same type يعني أشياء كثيرة من نفس النوع that are different from each other in some way يعني بتختلف عن بعضها يعني شيء ما أو بمقدار ما قدرنا دلوقتي مع exercise on vocabulary number one not is food or other things يعني طعم أو أشياء أخرى that have been grown on a farm ما تم زرعتها في المزرعة to be sold لكي يتم بيعها احنا كده بنكلم على ايه؟ بنكلم كده على produce ما تقول لي معاناها ينتج؟ لا هنا معاناها انتاج زراعي طبعا flower اللي هو الدقيق source المصدر seaweed اللي هو العشب البحري number two not is a practice or business of growing crops يعني النشاط أو العملية بتاعت زراعة المحاصيل or keeping animals أو تربية الحيوانات on a farm في المزرعة بنسمي العملية ديت farming تمام طبعا algae مقصود بها الطحالب innovation ابداع agriculture اللي هي الزراعة أو علم الزراعة number three not is a practice or science of farming يبقى هنا علم الزراعة أو النشاط بتاع الزراعة نفسه يبقى هنا agriculture تمام إن algae طحالب farming احنا قلنا الزراع اللي هي تربية أو زراعة المحاصيل تربية الحيوانات أو زراعة المحاصيل innovation ابتكار number four a not is a thing place activity مكان أو شيء أو نشاط that you get something from بتحصل على شيء منه يبقى ده المصدر بتاع الشيء يبقى هنا source اللي هي تربية لأن production intake seaweed ببحري produce يعني إنتاج زراعي أو ينتج number five is the introduction of new ideas or methods الإتيام بأفكار جديدة أو طرق جديدة يبقى احنا بنسمي ده ايه؟ طبعا ابتكار وإبداع يبقى innovation number six not are animals such as cows and sheep that are kids on a farm يبقى الحيوانات زي الأبكار والأغنام التي يتم تربيتها في المزرعة يبقى بنسميها live stock المشيء تمام لأن planets اللي هي الكواكب crops محاصيل hydroponics اللي هي الزراعات المائية number seven the noun not means a lot of things of the same type يعني أشياء كتيرة من نفسه that are different from each other in some way تختلف عن بعضها البعض ايه؟ بمقدار طفلت أو ايه؟ يعني بشيء ما إذن هنا بنتكلم على يبقى هنا التنوع له ايه؟ تمام لأن كلمة farmland أرض الزراعية vegetarian اللي هو الإنسان اللي بيأكل النباتات بسي بقول عليه نباتي vegetarian hydroponics اللي هي الزراعات المائية number eight not is a process of making or growing things عملية صنعة أو زراعة الأشياء تُو بيسولد لكي يتم بيعوها especially خاصة large quantities بكميات كبيرة اللي بنا بكلم على ايه؟ production اللي هو الايه؟ الانتاج تمام؟ لأن source معناها مصدر seaweed عشب بحري produce intag أو ينتج أو تنفيح هنا محصول زراعي أو ينتج يعني زي ما قلنا أمريكا produce number nine a or a not is a plant such as wheat دي اعتبر نبات زي القبح rice الأرز or fruit أو الفكهة that is grown by farmers يتم زراعاتها بواسطة الفلاحين and used as food وتستخدم قطعهم يبقى أنا بتكلم كده على ايه؟ crop اللي هو المحصول number ten not means able to continue for a long time القدرة على استمرار لفترة طويلة يبقى هنا sustainable مستدام هناخد دلوقتي أسئلة من امتحنات العام الماضي امتحنات الإدارات أسئلة مهمة وفها فكار جميلة number eleven man settled and built houses after starting يطرح هنا بيقول الإنسان يعني استقر and built house وبدأ يعني يقوم ببناء منازل بعد ايه؟ after starting بعد ما بدأ في ايه؟ طبعا هنا بعد ما بدأ في الزراعة اللي هي agriculture يبقى الإنسان الأول طبعا ببناء الزراعة بعدك تستقر في المكان اللي هيبقى فيه زراعة وبدأ يبني المنازل وبكام هنا على تاريخ الإنسان لأن كلمة culture ثقافة أو حضارة cultural دي الصفة ثقافي أو حضاري agricultural زراعي number twelve are you for or against هل أنت مع أم ضد using chemicals استخدام الكيميائيات أو المواد الكيميائية to help not grow faster عشان تساعد ايه؟ ينمج بسرعة طبعا عشان تساعد المحاصيل اللي هي crops تمام كلمة food stuffs اللي هي المواد الغذائية goods بضائع products منتجات number thirteen the farmer keeps a lot of not such as goats and sheep الفلاح يعني بيربي العديد من ايه؟ مثل الماعز والأغنام يبقى هنا live stock الماشية number fourteen the not of our fields is هل يقول هنا ان ايه؟ طبعا خاصة بالحقول بتاعتنا is sold to a nearby restaurant يعني يتم بيعها ايه لأي بقى؟ الى المطاعب المجاورة هنا كده بنتكلم عليه اللي ممكن ان يبيع المطاعب المجاورة طبعا هتبقى produce بمعنى منتج زراعي number fifteen it's not not to use petrol in cars one day we will have no more oil طبعا هنا it's not بقولك في يوم اللي هي مش هابه عندنا اي بترول اذا it's not sustainable to use petrol in cars ليس شيء يعني صادق للبيئة ان احنا نضع البترول في السيارات او غير مستدام يبقى it's not sustainable number sixteen food not must go in line with the number of population الطعام يجب ان هو يعني يمشي في خط موازي لزيادة عدد السكات يبقى المفروض هنا ايه food production اللي هو امتاج الاطعمة لازم ليقى ماشي به خصره موازية لعدد السكات number seventeen not the main factor of progress and excellence العامل الاساسي للتقدم وكلمة excellence معناها التميز يبقى العامل الاساسي للتقدم والتميز طبعا اكيد innovation الابتكار وكلمة introduction مقدمة impression اللي هو الانطباع intonation اللي هو التنغيم زي التجويد كده number eighteen the nail is the most important of water for Egypt نهر النيل يعتبر من اهم ايه للمياه في مصر اكيد طبعا من اهم مصادر المياه في مصر يبقى هنا source تمام number nineteen the knot is also known as a blue planet ايه اللي يعتبر ايضا يسمى يعني الكوكب الازرق احنا كده بنتكلم على earth اللي هي كوكب الارض تمام the floor اللي هي الارضية المسلا ايه او الطابق زي ما قلنا الدور يعني الاول والتاني وكده ground الارض اللي بنمشي عليها soil التربة اللي بنقوم بزراعة ليه النباتات فيها number twenty العمل في ايه بيتطلب ان طبعا يبقى عندك خبرة في زراعة النباتات وتربيت الحيوانات هكيد طبعا العمل في الزراع يبقى هنا farming تمام number twenty one as our land is fertile ولان الارض بتاعتنا خصبة we have of crops to satisfy all needs يبقى احنا عندنا اكيد في تنوع من المحاصيل يبقى variety تمام عشان طبعا satisfy all needs يعني ايه نلبي كل احتياجاتنا twenty two how do you think you will put all that in this small bag يعني كيف تعتقد انك هتضع كل ده in this small bag في هذه الشنط اللي ايه الصغيرة يبقى how do you think you will put all that stuff 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 هنا مقصود بها ايه stuff هنا مقصود بها الاشياء والحاجات بتاعتك يعني لكن stuff اللي ايه بالايه اللي هو طاقم العمل وكلمة stuff يعني شديد وقاسي و stuff اللي ايه المواد number twenty three the government should punish in a factory الحكومة يجب انها تعاقب اي مصنع that throws waste in the river لها بيلقي اكيد طبعا chemical waste المقلفات الكيميائية لبيلقيها في النهر twenty four the government a lot of money in farming and education to develop them الحكومة ايه يعني بتنفق الكثير من المال على الزراعة والتعليم لكي تقوم ايه بتطويرهم طبعا هتبقى invests يعني يقوم بايه يقوم باستثمار الكثير من المال في الزراعة والتعليم خلي بالك اللي خلينا اقول invest مقولش spend لان هنا يقولك to develop them عشان يطورهم يبقى هو بيستثمر يبقى بيستثمر يبقى هنا invests لكن speculate يتأمل او يتفكر spendsion في المال protect يعني يحمي number twenty five the police don't know that of the accident in the street yesterday المبليس طبعا لا يعرف سبب الحدثة in the street اللي كان في الشارع yesterday بالامس طبعا هنا of بتيجي مع cause of يعني سبب الحدث twenty six to grow and drive اللي كي ايه تزرع وتقوم بانضاق يعني تخليها تندق some fruits بعض الفكهة need hot الفكهة بتحتاج ايه hot اللي هي السخونة and humid اكيد طبعا climate يبقى المناخ بتاعها محتاجة مناخ ساخن وراطب لان اتموسفيري لغلاف الجوي whether معناها اذا او لو soil 27 is not that the system should be changed was rejected طبعا ايه اللي خاص به ان النظام should be changed ان اللي خاص به ده بيقول ان النظام يجب ان يتم تغييره الحاجة ديه تم رفضه was rejected يبقى اكيد ده عرض يبقى ايه تمام 28 the test will not answering questions about a paragraph الاختبار طبعا اعزو لك ان بيتضمن اجابة الاسئلة عن البراغراف يبقى هنا اكيد involve answering تمام وكلمة involve خليباكو عامل زي كلمة include يتضمن او يشتمل على 29 29 is necessary to not sustainable food production methods من الضروري ان احنا نعمل ايه يعني نعمل انتاج غزاء مستدام او طرق انتاج غزاء مستدام جديدة يبقى هنا نقول create يجب ان احنا نخلق ونصنع او نعمل طرق لانتاج الطعام وتكون مستدامة number 30 he is not sure about what will happen هو مش متأكد عن اللي هيحصل he just هو فقط يبقى هنا speculates يتفكر او يتنبأ او يتكهن 31 i think that اعتقد ان modern farming methods الطرق بتاع الزراعة الحديثة are the best to the food shortage problem هي الافضل لمشكلة نقص الغزاء يبقى اكيد هي ايه اكيد افضل حل يبقى هنا solution letter D number 32 he is too young to not this large company هو صغير جدا لدرجة ما يدير ما يقدرش يدير الشركة ديت يعني he doesn't have enough experience هو ما عندوش خبرة كافية طبعا تبقى كلمة run run هنا معاناها يدير مش معاناها يجري هنا 33 he does a or an amount of work in a short time no one else can achieve that هو قام بعمل ايه طبعا extraordinary يعني عمل مقدار غير عادي من العمل في وقت قصير ما حدش يدير يعمل الكلام ده ويحقق الكلام ده تمام يبقى letter D number 34 في هنا كلمة في الاول وجيب لبعدها where it's usually rainy have a variety of wild life يبقى المكان ده في تنوع في اللحياة البرية يبقى هنا rainforest الغابات الاستوائية او الغابات المطيرة 35 the papers you are looking for aren't in this safe يورق اللي بتبحث عنه مش في الخزنانه they might be in the office احتمال يكونوا ايه يبقى they might be elsewhere في مكان آخر في المكتب number 36 in cities في المدن there is not much لا يوجد ايه الكثير من ايه to grow crops لزراعة المحاصيل طبعا much space ما فيش مساحات كبيرة لزراعة المحاصيل ناخد مع كده في دراسة كل ما يتعلق بكلمات هنبدأ بقول الحاجة ايه verbal collocations متلازمة لفظي نقول انها متلازمة لفظي يعني كلم او فعل بتيجي مع اسم او مع صفة تدي معنى معين مثلا get worse يزداد سوق get smaller يقل او يصغر خلي بالك كلمة جيت اللي واحدة معنى هيحصل العالم اللي ما بتجي مع كلماتي بيتغير معنى get hotter يزداد سخونة get warmer يصبح ادفة introduce a problem بيطرح مشكلة او يسبب مشكلة tell the difference يذكر الفرق keep live stock يربح حيانات مزارع make money from يكسب مال من make small changes يحدث تغييرات طفيفة make sea water safe to drink يعني بيجعل ماء البحر صارح للشرب start fires يشعر النيران او حرائق نقوم بحكية السيرانوم المتراضفات ممكن يجيب لي في الامتحان يقول لك the seranum of the word the meaning او it can be replaced by يمكن استبدالها بي كلمة extraordinary نعنىها استثنائي او غير عادي بتساوي amazing incredible exceptional innovative بتساوي innovatory original novel هاباكم التنوفل معناها وابتكر مش معناها الرواية هنا involve يشتمل على او يتضمن او يضمن بتساوي include keep بمعنى يحتفظ بي بتساوي save retain hold on to keep بمعنى يبقى او يصلى او يستمر فيه بتساوي go on carry on persist in keep بمعنى يفي بي او ينفذ بتساوي obey fulfill comply with كي بمعنى يربي او يدجن بيا ربي دواجن يعني بتساوي raise او look after keep بمعنى يدير او يملك ويعمل فيه بتساوي manage او run productive مفيد او مثبر بتساوي useful ونستراكتف profitable fruitful rewarding دو كلها معنى مفيد او مثمر او مجزي productive بمعنى خسب بتساوي fertile fruitful rich run بمعنى يدير او يشرف على بتساوي be in charge of يعني مقصود بي بي هنا مقصود به am is or was where be in charge of يكون مسؤول عن او يدير او يشرف على operate manage control sustain يصون او يحافظ على بتساوي maintain variety التنوع بتساوي diversity كلمة variety نوع او صنف بتساوي sort type kind class category بعد كده الانتونيوم المتضادات وحنا قلنا ممكن يقولك the antonym of the word the opposite ممكن يقولك كمان it can't be replaced وإلا يمكن استبدالها بي او كلمة extra ordinary يعني استثنائي عكسها ordinary او usual عادي او مألوف involve يشتمل على او يتضمن او يضمن عكسها exclude يستثني او يستبعد keep يحتفظ او يبكي على عكسها lose throw away get rid of يفقد او يتخلص من keep يبكي او يظل او يدوم على عكسها give up stop يمتنع او يقلع عن keep بمعنى يافي بي او ينفذ عكسها dis obey او break يخالف او يحنث بي productive منتك او مثمر عكسها un productive fruitless عقيم او غير مجدي productive بمعنى خصب عكسها هنا strive او barren sustainable مستدهم عكسها unsustainable غير دائم او متقطع variety التنوع عكسها un for mighty او similarity اللي تندل عكس variety نشوف دلوقتي اسهل طريقة نقدر نفرق بيها من المشتاقات المفردات الرئيسية يا ترى ازاي اعرف احل مشكلة المشتاقات لازم اكون زي ما قلتلك قبل كده لازم اكون عارف مكان الفعل فين في الجملة ومكان الاسم ومكان الصفة ومكان الظرفة او الحال قلنا ابقى ان الفعل بيجي بعد الفعل سواء كان الفعل اسم او ضمير ده ما كانه الطبيعي ممكن ييجي في اس او اي دي او اين جي حسب الزمن الفعل ممكن ييجي مصدر بعد الافعال الناقص ممكن ييجي مصدر بعد كلمة تو او حرف الجر تو بمعنى لكي كمان ممكن الفعل المصدر ييجي في اول الجملة اول كلمة اذا كانت جملة امر مثبت لكن الاسم ممكن يجيبه في اول الجملة في محل فاعل لانه يبقى هنا قابل فعل ممكن ييجي بعد الفعل في محل مفعول ممكن يجي قبله A أو N إذا كان اسم مفرد ممكن يجي قبله SOME أو N إذا كان اسم جمع أو اسم لا يعد الصفة تصف لإسم وتأتي قبله الصفة بتيجي بعد فربي توبي الصفة كمان بتيجي بعد الأفعال التقريرية وأفعال الحواس والمشاعر والإدراك زي lock, sound, same دول معناهم يبدو الظرف أو الحال بيصف الفعل ويأتي بعده وممكن يأتي قبله الظرف أو الفعل ممكن يجي قبل الصفة عشان يحدد مقدارها مثلا نمقول The weather is extremely hot الطقس حار للغاية نشوف الأمثال بتاعتنا Agri-calature نشوف مشتقاتها أول حاجة أول كلمة Agri-calature هنا اسم دي يتناون بمعنى علم الزراعة He is an expert in agriculture هو يكون خبير في الزراعة هنا جاي في محل مفعول تمام؟ هو يكون خبير في الزراعة Agri-calitrist هنا دي يتناون معناها إيه؟ طبعا مقصود بها خبير في الزراعة مثلا لما أقول He is an agriculturalist مبدئيا جاي قبلها أن لأنها اسم مفرد Isn't that noun Agricultural دي يتصفة معناها زراعي He is an agricultural expert هو خبير زراعي طبعا إكسبرت دي يت اسم جاي قبلها صفة عشان توصفها ناخد عكا مشتقات كلمة Innovative أول حاجة الفعل بتاعها إيه؟ Innovate يختارع أو يبتكر مثلا لما أقول He is able to innovate هو قادر أو يكون قادر على أنه يبتكر New techniques أسليب جديدة لكن كلمة innovation معناها برضو دي يتاسم معناها ابتكار أو اختراع أو عملية ابتكار نفسها لما أقول مثلا He is good at the innovation of new techniques هو يعني جيد في الابتكار بتاع الأسليب الحديثة Innovator مبتكر أو مخترع دي يتاسم لما أقول He is the innovator of several new techniques هو المبتكر بتاع العديد من الأسليب الحديثة Innovative مبتكر He came up with several innovative techniques هو يعزل أنه بإيه؟ بيحاول يعني يعمل يتماشى مع العديد من الأسليب المبتكر يبيني innovative دي صفة جاءت قبل كلمة techniques اللي هي الاسم تمام؟ لأن هنا الصفة تصل الاسم دات قبله كلمة productive أنا أشوف مشتقاتها والحاجة produce لو جاءت كفعل معناها ينتج we produce طبعا هنا فعلي جاي بعد الفعل أو بعد أمر الفعل نحن ننتج several crops مع حاصلة عديدة ونقور فرمس في المزرعة بتاعتنا لكن production إنتاج our production will increase if we use modern technology الإنتاج بتاعنا سوف يزداد لو إحنا استخدمنا التكنولوجيا الحديثة فإن بقى production هنا جاء قبل will اللي هو الفعل نوكس إذا مديك production في محل فاعل كلمة product دي تمنتج دي تمفرد منتجات يعني في أجمعها والproducts our highly products are sold all over the world قولنا طبعا إيه؟ الإنتاجات أو المنتاجات بتاعتنا عليها الجودة يتم بيعوها على مستوى العالم producer يعني منتج فيلمة produce ممكن يبقى معناها إنتاج زراعي لما أقول مثلا milk and cheese اللبن والجبنة and other produce are sold عايزوا لك إيه؟ وكمان يعني إنتاج زراعي آخر are sold يتم بيعوها in nearby towns في المدر المجاورة productive منتج أو مثمر the apple trees on this farm أشجار التفاح في هذه المزرعة are really productive فعلا تكون مثمرة ومنتجة بطلع إنتاج كويس يعني بعد كده كلمة أو مشتقات كلمة sustainable أول حاجة sustain يعني يصون أو يحافظ على البيئة مثلا the new law will sustain هنا طبعا فعلي جاي بعد إيه؟ بعد إيه؟ الفعلي النقص جبنا فعلي مصدر economic growth يعني هنا القانون الجديد بيصون النمو الاقتصادي يحافظ عليه sustainability الاستدامة أو الحفاظ على البيئة دي تنون is the new law will support the sustainability of economic growth هنا القانون الجديد هيصون الاستدامة بتاع النمو الاقتصادي sustainable خلي باكو هنا sustainability هنا جاي اسم أو في محل مفعول بعد الفعل sustainable مستدامة أو دائما صدق للبيئة the new law will make economic growth sustainable هنا طبعا جاي كصفة القانون الجديد سيجعل النمو الاقتصادي مستدام هنا صفة sustainably بشكل مستدام أو بشكل غير ضرب البيئة مثلا the new law will support economic growth more sustainably يقول هنا القانون الجديد طبعا هي حافظ ويدعم النمو الاقتصادي بتركه اكثر ايه استدامة يبقى هنا ديات ظرف او حال بعد كده كلمة variety ناخد مشتقاتها vary يتنوع او يختلف مثلا flowers vary طبعا ده فعل in color and size الظهور الوردي يعني يبقى يتنوع في اللون والحجل يبقى هنا ده فعل جاي بعد الفاعل variety ديات اسم noun عن تشكيلة التنوع نوع او صنف مثلا flowers are available in a variety of colors الظهور متاحة يعني ايه بتشكيلة من الالوان والاحجام various عديد او متنوع ديات صفة we plant flowers of various colors احنا منزرع الظهور طبعا ايه بالوان مختلفة ملاحظين حاجة ان كلمة colors ديات اسم جاي قبلها various اللي هي الصفة لان الصفة تصفل اسم واتات ايه قبله and sizes variable قابل التغير متقلب غير ثابت مثلا electric fans have variable speed levels المراوح المراوح الكهربائية لديها ايه بقى يعني مستوى من السرعة ايه قابل التغير ديات صفة جاي قبل كلمة speed level speed levels ديات الاسم جاي قبلها صفة بعد كده ناخد expressions and idioms تعبرات مصطلحات about 30% smaller اصغر بالنسبة 30% according to took on lay او حسب as a result نتيجة لذلك او لذلك by 2030 بحلول عام 2030 climate change التغير المناخي expert on expert in expert خبير في four years to come لسنوات قادمة get out down يتم مقطعها growing world العالم المتزايد instead of بدلا من on the island على الجزيرة هنا حرف الاسس silent so what وماذا في ذلك solutions to solutions for حلول لي sustainable solutions حلول مستدامة او صديقة للبيئة welcome to اهلا بكم في بعد كده verb plus prepositions يفعل زائد حرف الجر continue to يستمر في cut down يقطع او يكتث او يقلل deal with يتعامل معه او يواجه feel about يشعر تجاه live on يعيش على او يعيش في look after يرعى او يعتني بي look for يبحث عن persuade to يقنع او يقنع شخص يعني او يفعل شيء معين fill in يملأ استمارة مثلا heat up يسخن او بيسخن increase by يزيد بنسبة معينة learn about يتعلم عن remove from يزيل شيء من think about او think of يفكر في work with يعمل معه او يعمل في ناخد بعد كده clear the confusion لاحظ الفرق ايه الفرق من كلمة agriculture وكلمة farming كلمة agriculture ديت نون ديت اسم معنى علم زراعة النباتات ورعايتها مثلا mr. gamil studied agriculture at inchams university mr. gamil درس علم زراعة النباتات ورعايتها في جامعة inchams لكن agriculture ممكن تيجيب معنى تاني اللي هو النشاط الزراعي لما اقول in Egypt في مصر agriculture should be one of the main sources of national income في مصر النشاط الزراعي يجب أن يكون احد المصادر الاساسية للدخل القومي في مصر farming معناها بقى الزراعة ومضي بقصد بها زراعة المحاصيل وتربية الحيوانات في المزارع مثلا sheep farming is common in Australia تربية الاغنام هنقول تربية الحيوانات مش هول بقى زراعة هنا تربية الاغنام is common شائعة in Australia في Australia ايه الفرق من كلمة cause وكلمة reason طبعا cause هنا reason بيجوارها for أو that أو why مثلا cause of بيجوارها noun أو verb بمعنى السبب في أن لما أقول مثلا I want to know the cause of your objection أنا أريد أن أعرف سبب اعتراضك هنا قى وراها is reason for هنقول cause of reason for بيجوارها هنا بيجوارها 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 I want to know the reason for your objection تلاحظ reason of أو cause of وreason for ممكن أقول reason why أو reason that أو أجيب وراها قملة كاملة بعد كلمة that مثلا I want to know the reason why أو the reason that you object هنا جملة كاملة يعني فعل وفعل أريد أن أعرف سبب اعتراضك كلمة grow as a transitive and intransitive verb ركز معي واحدة واحدة خليباك أن كلمة grow ممكن يجي فعل لازم بدون مفعول أو فعل متعدي يتبعه مفعول يعني إيه الفعل اللازم لا يحتاج إلى مفعول لكي يكتمل معناه لأن معناه مكتمل من غير المفعول لكن الفعل المتعدي يعني بيشترط ويكون وراء مفعول عشان يكمل معناه أول حاجة كلمة grow without an object أو plus no object يعني grow هنا ما يجيش وراء مفعول معناها ينمو يكبر يزداد وغالبا بيجو راسفة مثلا لما أقول الغابات المطيرة أو الغابات الاستوائية بتنمو في مناطق with heavy rain اللي فيها إيه أمطار غزيرة يبينها تنمو when children grow old لما الأطفال بيكبرهم they start to depend on themselves بتاهم يعتمدوا على نفسهم مثل ثالث the sheep on the farm grew in number الأغنام في المزرعة تزداد في العدد لكن grow ممكن يجيش وراء صفة بمعنى become يعني يصبح مثلا the boy grew tall يعني الولد أصبح كطويل زي يقولهم أو the boy became tall نفس المعنى لكن لو كلمة grow أصبحت فعل متعدي يحتاج إلى مفعول لكي يكمل معناه إلى معناها يزرع يقولك farmers grow food الفلاحين يزرعهم لازم نتقول بيزرعوا إيه يبين بيزرعوا إيه لا طعمة كلمة involve contain consist of التلاتة دول سليب لك منهم involve هنا بتسوي include يعني يشتمل على أو يتضمن مثلا لما أقول the job of a secretary وظيفة السكرتيرة involves answering phone calls أو includes answering phone calls والتنين بنفس المعنى يعني بتشتمل وظيفة السكرتيرة على الرد على المكالمات التلفونية كلمة involve بسوي include برضو بس بمعنى يضمن أو يدرك أو يضف إيه يدرك يعني يعني حطوه يعني يعمل أدراك يعني في قائمة مثلا مثلا مصر عمر بيحاول يدرك يضمن يخلي كل الطلاب يعني يشاركم في المناقشة بنفس المعنى include involve وممكن يكون معنى require يتطلب أو يستلزم لما أقول مثلا coming first involves too much hard work لما تطلع الأول لا بيتطلب منك عشان تطلع الأول يعني بيستلزم منك عمل جاد كثير جدا نفس المعنى requires كلمة contain يحتوي على شيء بداخله أو ضمن مكوناته ممكن تكتب جنبها ما بعده أو مع بعد كلمة contain يعني ما بعدها جزء مما قبلها يعني ما بعدها جزء مما قبلها ركز معاك الملف ده يعني بيحتوي في داخله صور شخصية طبعا هو ما فيش صور بس لأنه في حاجات تانية يبقى اللي بعد كلمة contain اللي هي الصور ديت تعتبر جزء من الملف كله تمام مثال تاني أنا لا أستطيع أشرب الشاي لأنه بيحتوي فيه سكر كتير طبعا هو الشاي بس السكر لأنه فيه سكر ومية وشاي نفسه تمام يبقى هنا بيحتوي في داخله لكن كلمة consist of يتكون من بيجراء المكونون بتاع الشاي يبقى ممكن تكتب جنبها ما بعدها كل ما قبلها واحدة واحدة معي عشان تفهموا الجملة دي اللغة الشقة بتاعتي تتكون من يبقى هايقول هنا مكونات الشقة كلها ثري بدروم تلا غرف نوم ريسيبشن صالة استقبال تو باثروم حمامين ومطبخ أمريكي الفارق بين كلمة وكلمة كاتل كلمة دية حيوانات المزارع بتاخد فعل مفرد أو جمع الاتنين صحي معها لما قول مثلا الماشية تباع في هذا السوق في يوم الأربعة ممكن نقول ونفس المعنى لكن كلمة معناها الماشية من أبكار وعجول دية بتاخد فعل جمعي دائما لما قول الماشية تباع في هذا السوق في يوم الأربعة الفارق من كلمة source وكلمة resource كلمة source معناها مصدر نحصل منه على شيء ما يعني المنبع والسبب في الشيء ده مثلا جورناليستس يوجولي كيب دير سورس سكرت صحفيين عادة بيحتفظوا بالمصادر بتاعت أخبارهم سرا اثيوبيا مصدر مهم من منابع أو منبع مهم من منابع نهر النيل نجاحك هو مصدر أو السبب بتاع السعادة بتاعتنا لكن كلمة resource يعني معناها مورد مفرد موارد أو مرجع يعني مصدر تعليمي أو معلوماتي مثلا مصر فيها موارد طبيعية كتير الكتاب ده مصدر مهم أو مرجع مهم لمعلمين اللغة الإنجليزية ايه الفرق من كلمة stuff وكلمة stuff واحدة بالأي والتانية بالأي الاولانية stuff اللي هي بالأي دهيئة العاملين طاقم العمل في مؤسسة أو شركة لما قول مثلا المدريج جديد هيقابل طاقم العمل بتاع الشركة الأول مرة غدا لكن stuff الحوائج الأشياء اللوازم الأغراض طبعا ديئة uncountable نون من فحشك محاك كلمة لها تعد والله طبعا أنا بحبش الأشياء اللي بتقولها بنسميها ايه الحاجات دي مثل المحل بيبيع كل أنواع الأغراض واللوازم نحل بقى أسئلة من امتحانات الإدارات بتاع العام الماضي نومر ون يوم ست اكتوبر اللي بقى أعيزو لك الجيش بتاع نبدأ الهجوم على الأعداء من البحر وايه واكيد من البر اللي هي اللاند اللي يابسة يعني تمام لأن سمعنا القرى الأرضية الأرضية بتاع الغرفة أو الطابق أو الضور يعني وسؤل التربة بتاعت الزراعة نومر نومر global warming الاحتباس الحراري is a result of many reasons as cutting down trees يعتبر يعني نتيجة أو يعني يعتبر هنا نتيجة للعديد من الأسباب زي كيبين cut down الاستمرار وفي عمل قطع الأشجار نومر ثري I can't the difference between the two picketures أنا لقصة أننا إيه يبقى till the difference يعني أقول لك الفرق بين الصورتين دول نومر فور all governments do their best to find solutions كل الحكومات بتبسل أقصى جهد عندها عشان إني تجد حلول يبقى هنا to the problem of global warming طبعا مشكلة الاحتباس الحرابي نومر فايم our companies new marketing ideas are أعزوا هنا أن الأفكار بتاع التسويق الجديدة الخاصة بشكل بتاعتنا تعتبر إيه طبعا أكيد أفكار أنا أكيد عاوز بعد صفة يبقى innovative يعني مبدعة وابتكارية نومر سيكس the price of the room سعر الغرفة includes breakfast بيشمل الإفطار the acronym of include is مضاد كلمة include يبقى هنا exclude تمام يعني لا يشمل أو لا يتضمن نومر سيفن this forest has fifty varieties of insects إنسكتس يعني حشرات الغابة ديت فيها خمسين فصيل متنوع من الحشرات the word variety in this sentence is a synonym of كلمة variety هنا بتسوي إيه إذا بتسوي sword اللي هو النوع أو فصيل نومر ايت هو احتفظ أو حفظ على الوعد بتاعه the verb kept in this sentence is antonymous with كلمة kept في جملة ديت يعني مضادة لإيه طبعا كده مضادة كلمة كبت خلي بالك يعني حفظ على الشيء يبقى هنا broke يعني خلف الشيء ده أو كسره يعني تمام لما قولك he broke his promise يعني خلف وعده number nine he runs a supermarket طبعا شين فأقول run هنا معناها يجري وهنا معناها يدير this means he لسه لك هو يبقى manages it يبقى هو بيدير المكان ده number ten which of the following gives the meaning of keeps in he keeps livestock أي من الكلمة التالية تدي نفس المعنى بتاع كلمة keeps في الجملة اللي هي يعني هو يربي يبقى لأن كلمة يعني يربي يكون بتربية الماشية أو اللي هي الحيانات بتاع المزارع number eleven هو استمر في النظر إلى البحر في صمت kept يعني يعني استمر في number twelve صلاح صراح ده لاعب استثنائي this means صلاح is a player معنى كده صلاح ايه طبعا كده معنى كلام ده صلاح amazing لعب مذهل number thirteen my uncle is expert he being livestock طبعا هتبقى هنا in يبقى expert in خبير في number fourteen this company not much money from electronics الشركة ديت عايزوا لي طبعا عملت فلوس كتير كذبت فلوس كتير من الالكترونيات يبقى هنا made much money لان make money يعني بيكسب مال number fifteen the crops not on our farm are watered directly from the nile المحاصيل هزول لك ايه بقى اللي هنا grown اللي بتنمو طبعا ما جابش قبلها فعلا مساعد فبالتالي هنا عنها تنمو on our farm اللي بتنمو في المزرعة بتاعتنا are watered يعني يتم رأيها مباشرة من نهر الني number sixteen we need to work hard for many years احنا بنحتاج نعمل بجد العدة السنوات to rebuild our country عشان نعيد بناء بلدنا يبقى هنا years to come لما اقول many years to come سنوات قادمة يبقى letter d number seventeen cutting down reinforces قطع الاشجار او الغابط الاسوائية will make the climate heat هيخلي ايه طبعا heat up يعني يسخن ويرتفع حرارته المناخ بتاعنا يرتفع حرارته number eighteen the population of ايجيبت increased عدد سكان مصر بيزداد about two percent last year بنسبة 2% العام الماضي يبقى هنا boy about بحوالي 2% number nineteen the interviewer asked me المحاور طلب مني to fill the application form باسمها ايه fill in the application form يملأ استمارة 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 الطلب الالتحاق يعني number twenty it's a necessity to stop cutting trees and forests ضرورة انحنا نتوقف عن ايه cutting down قطع الاشجار في الغابة احنا كده وصلنا لاخر حلقة النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنساش عمل لايك الفيديو القدمة ان شاء الله كان معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس علمية online السلام عليكم ورحمة الله وبركاته